السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلما كانت عظامك ضعيفة وهشة كلما كنت معارض للكصور من اقل الاصابات وخصوصا كبار السن والستات بعد سن 50 سنة فاربعين سنة هقولك على اهم عشر طرق للوقاية من هشاشة العظام اول حاجة ومرسة الرياضة بشكل منتظم وخصوصا المشي عشين الى 30 دقيقة يوميا او رياضة السباحة او رفع الاسقال او ركوب الدراجة تاني حاجة قطر الاطعمة الغنية بالكالسيوم زي السبانخ والكرومب والليفت والبروكلي ومنتجات الالبان تلت حاجة قطر الاطعمة الغنية فيتامين زال زي السلمون والتونة والسردين والجبنة والبيض قطر الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم زي الموز والبطاطس والسبانخ قطر الاطعمة الغنية فيتامين سي زي البرتقان والاينس واللمون ممكن تاخد مكملات غزائية للكالسيوم وفيتامين دال بعد استشارة الدكتور اتعرض يوميا للشمس من 15 إلى 20 ديه من الساعة 9 ونص إلى 11 صباحا في الصيف ومن 11 إلى 3 عصرا في الشد قلل الملح وتوقف عن التدخين والكحليات والمشروبات الغازية تجنب نخلط القمح لأنها بتقلل امتصاص الكالسيوم وقلل المشروبات الغنية بالكافين ومشروبات الطاقة والبوكوليات اعمل اختبارات كسفة العظام كل فترة عشان تكتشف إذا كان عندك هشاشة في العظام بدري وتبدأ العلاج دي أهم عشر طرق للوقاية من هشاشة العظام الفيديو اللي جاي ان شاء الله هكلمك عن أهم الاختبارات وأهم الطرق لاكتشاف إذا كان عندك هشاشة في العظام ولا لا بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبه وأفادك شعاره لغيرك بتمنى ليكم الصحة والعافية كان معاكم دكتور طريق تركي استشار راحت العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمد السبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته